السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على توفيقه وهدايته وتيسيره لإقامة مثل هذه المجالس العلمية والدورات الشرعية فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والشكر أيضًا لدائرة الشؤون الإسلامي والعمل الخير بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة مثل هذه المجالس والدورات وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع بالنسبة لحصتي في هذه الدورة هي موضوع الحج قواعد ومقاست الحج قواعد ومقاست وبالنسبة لطالب العلم من المهم جدًا أن يعتني بالقواعد الشرعية عموماً والفقهية خصوصاً والمقصود بالشرعية عموماً القواعد التي هي في جميع الفنون في جميع العلوم العقدية والحديثية والفقهية والتاريخية وعلى وجه الخصوص القواعد الفقهية لأن القواعد الفقهية تضبط لطالب العلم شتات المسائل المبثوثة في كتب الفروح ولذلك يعتني طالب العلم بهذه القواعد وهذه الضوابط وقد اعتن العلماء منذ قديم الزمان بهذه حتى إن بعض الفقهاء كان يضع قواعد لنفسه وضوابط لنفسه يضبط بها العلم يضبط بها العلم ويضبط بها الفقه ولذلك يعرفون القاعدة بأنها الأمر الكلي أو الأغلبي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه تعرف الأحكام من هذه القاعدة أو من هذا الضابط وبالنسبة لباب الحج أو كتاب الحج هو من الأبواب التي تحت هذا الباب فروع كثيرة جدا ومنها ما هو محل إجماع عند أهل العلم ومنها ما هو محل خلاف عند أهل العلم ولذلك أحيانا تجد الضابط أو القاعدة تحكي أمرا مجمعا عليه وأحيانا القاعدة أو الضابط يحكي ما هو الراجح ما هو الراجح ولعل هذا سيمر معنا إن شاء الله من خلال الحديث عن مسائل وفروع كتاب الحج وذلك من خلال ضبطه بهذه القواعد ومن المهم جدا أيضا كما جرت العادة أن نقدم بمقدمة عن الحج الحج طبعا في اللغة هو القصد الحج في اللغة القصد والخليل بن أحمد الفراهيدي يقول الحج هو القصد إلى معظم القصد إلى معظم فكل من قصد شي فهو حاج إليه كل من قصد شي فهو حاج إليه يقول الأول ألم تعلمي يا أم سعد أنما يقول ألم تعلمي يا أم سعد أنما تخاطأني ريب المنونة لأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة السب عن العمامة ألم تعلمي يا أم عوف أنما تخاطأني ريب المنونة لأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة يعني يقصدون الزبرقان عبر هنا عن الزبرقان بعمامته لأن العمائم هي تيجان العرب تيجان العرب وأما في الاصطلاح الشرعي فالحج هي هو أفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص وبعض العلماء يقولون هو التعبد لله تعالى بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص هذا بالنسبة لتعريف الحج أما العمرة في اللغة الزيارة العمرة في اللغة الزيارة وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص ما الفرق بين تعريف العمرة والحج نقص شيء ما هو الزمان ولذلك العمرة ليس لها ميقات زماني ولكن لها ميقات مكاني كالحج ولذلك يقول أن العمرة هي التعبد لله تعالى بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص بالنسبة للحج من حيث الحكم الشرعي ركن من أركان الإسلام وقد دل على هذا إجماع أهل العلم أجمع العلماء على أن الحج ركن من أركان الإسلام والدليل على ذلك القرآن والسنة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعند مسلم من حديث عمر أن في حديث جبريل الطويل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل وأيضاً جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة والأحاديث في هذا كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج والإجماع منعقد على أن الحج ركن من أركان الإسلام المسألة الأخرى بالنسبة للحج يجب في العمر مرة واحدة وقد حكى الإجماع على هذا النوي وغيره وخالف في هذا بعض العلماء وخلافهم شاد مسبوق بالإجماع فقالوا يجب في كل خمس سنوات وفريق قال يجب في كل سنة وهذا قول غاية فالضعف غاية فالضعف ومصادم للنصوص الشرعية ومنها ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج فقام رجل جاء التصريح باسمه بأنه الأقرع بن حابس قال في كل عام يا رسول الله فسكت فكرر عليه ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قابلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيامهم لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعت ولذلك الإجماع منعقد على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة لكن يستحب المتابعة بين الحج والعمرة وأيضا ما زاد عن الواحدة فهو سنة ما زاد عن الحج الأولى فهو سنة تطوع يعني يكون حجا تطوعا وأما ما ذكر من أن الحج يجب في كل خمسة أعوام أو في كل عام مرة فهذا قول ضعيف قول ضعيف بالنسبة للحج فرض في قول جمهور العلماء في السنة السادسة والراجح أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة والتاسعة أرجح من العاشرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الناس وأمره أن يحج بالناس ثم أردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يتلو على الناس بسورة براءة بسورة براءة وبعد ذلك حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة التي سميت بحجة الوداء سميت بحجة الوداء إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للعمرة من حيث الحكم الشرعي قولان لأهل العلم قول بالوجوب وقول به السنية المؤكدة والراجح أن العمر أيضا واجبة في العمر مرة واحد لكن وجوب العمر ليس كوجوب الحج فالحج ركن من أركان الإسلام وأما العمر فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل إن المتقرر في نفوس الصحابة وجوب العمر إني وجدت الحج والعمر مكتوبتين علي ولذلك العمر وآجبة في الراجح من أقوال أهل العلم لكنها ليست من حيث ترتيب الإثم على القادر المستطيع كترك الحج فيختلف الأمر بالنسبة للحج هل هو على الفور أم على التراخي قولان لأهل العلم الراجح من قول أهل العلم أنه على الفور الراجح من قول أهل العلم أنه على الفور ما معنى على الفور؟ يعني إذا استطاع بماله وبدنه وجب عليه أن يبادر إلى الحج وجب عليه أن يبادر إلى الحج وذلك أن أوامر الله جل وعلا على الفورية أوامر الله على الفورية ولذلك قال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الحج بمجرد أن فرض الله عليه الحج وأما تأخير هذه السنة فلأهل العلم توجيهات منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتغلا بالجهاد وخشي على المدينة وأهله ولذلك ذهب أبو العباس بن تيمي رحمة الله عليه إلى أن الحج واجب على الفور إلا لمشتغل بجهاد ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والتوجيه الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج لأن بقيت رواسب من أوضار الجاهلية ولذلك لما بعث أبا بكر وبعث أمر أبا بكر وأردفه بعلي ماذا قال؟ قال أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان لأن المشركين أو طوائف من المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرات لأنهم يعتقلون بأنهم ما يستطيعون أن يطوفوا بثياب تنجسة بالخطايا والذنوب فكان يطوفون عرات والنساء يأخذنا ثياب الحمس يعني قريش ويطفون وأيضا كانت هناك رواسب شركية ولذلك قال أن لا يطوف بالبيت مشرك أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان قال العلماء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمحض له الحج يكون خالص لأن الحج سيشهده جمع غفير وعدد كبير يشهدون وهذا فيه رد على من ذهب على أن الحج على التراخ وليس على الفور على التراخ وليس على الفور بالنسبة لفوائد الحج كثيرة وبركات الحج عديدة جدا هذه تدرك ولا يحتاج الإنسان إلى أن يبرهن عليه فالحج استجاب لله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ولذلك الحج أول فوائده الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني ما فيه من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية أما الدينية فيرجع الإنسان إن حج حجة مبرورة بذنب مغفور بذنب مغفور جاء في الحديث وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة وكذلك يلتقي بالعلماء أو يلتقي العلماء من أقطار الأرض ومن جهات الأرض يلتقون في مكة فيتدارسون ويتذاكرون ويأخذ بعضهم عن بعض وكذلك يلتقي عامة الناس بالعلماء ولذلك الحج مشهد عظيم يلتقي فيه الناس جميعا أيضا قال تعالى ليشهدوا منافع لهم قال ابن عباس التجارة في الحج ليشهدوا منافع لهم قال التجارة في الحج فيجوز للحاج أن يتاجر في الحج يعني ذهب إلى الحج ثم بدى له أن يتاجر يبيع يشتري مثلا جاز ذلك أيضا ما في الحج من الأمور التي تعود على القلب الصلاح حينما يرى الإنسان أحوال الناس جميع اللغات والأشكال والأصناف ومشهد عظيم يدل على عظمة هذا الدين أيضا على أن يستوي الناس في لباسهم ويستوون في مكانهم ولذلك تجد ولذلك تجد الناس كلهم يطفون حول الكعبة الملك والمملوك الصغير والكبير والذكر والأنثى العربي وغير العربي ما فيه يتساوون في هذا الأمر كذلك في عرفة وفي مزدلفة وفي رمي الجمرات فما فيه تميز هنا كأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة فإذا نوفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وهذا لا شك بأنه فيه يعني يعطي الإنسان نظرة عجيبة تدفعه إلى أن ينظر إلى يوم القيامة أن ينظر إلى يوم القيامة ولذلك فضائل الحج ومقاصد الحج عظيمة جدا عظيمة جدا يدركها الإنسان وزد على ذلك ما في الحج من الخيرات التي يعود بها الإنسان أمر آخر فيما يتعلق بمسألة القواعد والضوابط والمقاصد التي في الحج سأذكر بحول الله تعالى بعض القواعد والضوابط وأيضا المقاصد بما يتيسر به الوقت ونكمل إن شاء الله في المجالس المقبلة القاعدة الأولى لا يصح الحج إلا بنية لا يصح الحج إلا بنية وهذه الجملة تندرج تحت قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تختلف أن الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات والأدل على ذلك القرآن والسنة والإجمع ولذلك يقول جل وعلا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا ويقول جل وعلا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينَ الخَالِصٍ يقول جل وعلا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا يعني مُخْلِصًا والنصوص القرآنية كثيرة يعني جاءت تصريح بالإخلاص بالابتغاء بالإرادة وكل هذا تشير إلى النية تشير إلى النية والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية وإنما لكل امرئ ما نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليك والإجماع منعقد على أن العبادة لا تصح إلا بنية والنية محلها القلب النية محلها القلب لماذا؟ لأنها عزم القلب على فعل الشيء وليس محلها اللسان والجهر بالنية بدعة من البدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جاء في لفظه كل ضلالة في النار ولذلك النية شرط لصحة كل عبادة كانت بدنية أو مالية قولية أو فعلية قولية أو فعلية ولذلك من المهم جدا أن يستحضر الحاج عند الإحرام النية ينوي ينوي بقلبه وأما قول لبيك اللهم عمر ولبيك اللهم حج هذه تسمى إهلال وتلبية هذه تسمى إهلال وتلبية تلبية حتى يتميز النسك يتميز النسك لأن الأنساك ثلاثة كما سأذكر بحول الله تعالى وقوته وبالنسبة لنية الإحرام أو الإحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك فينوي بقلبه أنه أنه نوى الدخول في النسك نوى الدخول في النسك ولذلك لا يصح من الحاج أو المعتمر أن يقول أو لا يجوز أن يقول نويت أن أحج أو نويت وأنا اعتمر لماذا؟ قلنا لأن الني من أعمال القلوب وإنما في الحج يفصح عن النسك فيقول لبيك عمرا لبيك حجا لبيك عمرا متمتعا به إلى الحج وهكذا الضابط الثاني أو القاعدة الثانية من عليه فرض موسع الوقت هل يجوز له التنفل قبل أدائه من جنسه؟ أحياناً الفقهاء كطريقة ابن الرجب رحمه الله تعالى يخرج القاعدة مخرج السؤال يخرجون القاعدة مخرج السؤال فيذكر القاعدة بأسلوب السؤال أو بطريقة السؤال ولذلك من عليه فرض موسع الوقت هل يجوز له التنفل قبل أدائه من جنسه؟ تعرفون الواجب؟ الواجب له وقتان وقت موسع ووقت مضيق وقت موسع ووقت مضيق الوقت الموسع هو ما دلت النصوص على أن الشارع الحكيم أن الشارع الحكيم شرع للمكلف أداء هذا الواجب في هذا الوقت الموسع فإذا تضيق عليه الوقت يعني أصبح تعين عليه ذلك تعين عليه يعني مثل الصلاة الآن الصلاة المغرب بغروب الشمس وتنتهي بغياب الشفق الأحمر فما بين أذان المغرب إلى قبل غياب الشفق الأحمر بمقدار ركعة هذا وهذا يسمى واجب موسع واجب موسع فإذا فإذا تضيق الوقت بحيث أنه لا يستطيع أو أنه لو صلى ستفوته ركعة يفسق هنا عند كثير من أهل العلم إذا كان التأخير باختياره وليس بعذر شرعي وليس بعذر شرعي واضح؟ هذا يسمى الواجب المضيق الواجب الموسع أنا ذكرت قيد في هذا وقلت من عليه فرض موسع الوقت هل يجوز له التنفل قبل أدائه من جنسه؟ أولا عندنا العبادات المحظة إن كان وقتها موسعا جاز التنفل قبل الفرض الموسع من جنسها قبل أدائه قبل أدائه بل إن ابن رجب رحمه الله تعالى قال وقبل قضائه على الأصح قبل قضائه على الأصح أما بالنسبة للنوع الثاني من العبادات مثل التصرفات المالية مثل من تلزمه نفق واجب مثلا هل له أن يتنفل قبل أداء النفق الواجب التي مثلا لزوجته لأولاده لمن وجبت عليه مثلا هل له أن يتنفل مثلا العلماء يقولون إذا كان لا يفضل شيء عن حاجته لا يفضل شيء لهذا الواجب فأنه يحرم عليه أن يتنفل قبله أن يتنفل قبله أما إذا جئنا نطبق هذه القاعدة على موضوعات الحج فنقول مثلا هل للإنساني الذي لم يحج حجة الفريضة أن يتنفل قبل حجة الفريضة يعني يذهب ويحج حجة الفريضة أرجعكم إلى ما سبق من قضية هل الحج على الفور أم على التراخي نحن الآن إذا افترضنا على قول من يرى أن الحج على التراخي أن الحج على التراخي يعني وجوبه على التراخي فهل للمكلف أن يتنفل بالحج قبل الفريضة يعني ينوي حجة الفريضة قبل أن ينوي حجة النافلة قبل الفريضة قولان لأهل العلم طيب هل يتصور هذا أنا أسألكم هل يتصور شخص يقول أنا والله قبل ما أحج حجة الفريضة خليني أحج حج نفل مثلا يتصور ها أبو عبد الرحمن كيف نعم لكن شبرما ناب بالحج عن غيره هو لم يحج حج النفل حج فريضة ها أبو عبد الله لا هو يحج عن نفسه يقول أنا أتطوع وبعدين أحج حج الفريضة ها كيف لا لا حج نفل وليس نذر ها طه ايه انا أدري ويقول أنا أحج حج النافلة وبعدين أحج حج الفريضة طيب هل يتصور هذا يعني ولماذا يحج حج النافلة قبل حج الفريضة ها حج الأكبر ايه يعني هذه مسألة ما فيها دليل يدل على أن إذا وقعت وقع عرفة يوم الجمعة أنه يسمى حج أكبر أو شي ها يعني شخص مثلا قرر أن يحج في آخر اللحظة واعتقد بأنه سيحج حج لا يستكمل فيه مثلا بعض الأشياء هو يريد يحج حجة الإسلام فقال هذا أو راح في عمل مع مثلا يعمل هناك أو شي قال خليني أحج حج النفل وبعدين أحج حج الفريضة حجة الإسلام التي أستوفي فيها الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب وكل شي حتى أرجع بحجة مبرورة يوجد لا من الناس أحيانا نحن في الحج يسألنا موظف يقول طيب ممكن أحجنا قبل عرفة بيوم أو بليلة ممكن نقول حج فممكن يفكر يخلنا حج حج التطوع وبعدين أحج حجة الإسلام هذا من حيث تصور المسألة طبعا هذه المسألة لو أن رجلا أو إنسانا سواء كان رجلا أو امرأة نوى بالحج النافلة قبل الفريضة هل تقع نافلة أم تقع فريضة قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم الشافعية والحنابل يذهبون إلى أن تقع عن الفريضة تقع عن الفريضة هذا قول من الشافعية والحنابل الحنفية والمالكية يقولون تقع على ما نوى مع الكراهة يقولون مكروه أن يحج قبل الفريضة ولكن يقع الحج صحيحا على ما نوى على ما نوى والراجح أنها تقع عن حجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحج والحج لا يكون إلا مرة واحدة والحج الأولى هي حجة الإسلام سواء نواها نافلة أم مفروضة سواء نواها نافلة أم مفروضة إذن بالنسبة للواجب الموسع في مثال الحج لا يجوز التنفل قبل الفريضة في الواجب الموسع على قول من يذهب على أن الحج على التراخي لا على الفورية عندي ضابط مهم هنا وهو كل من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم فإن الطواف له أفضل من العمرة كل من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم فإن الطواف له أفضل من العمرة وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه لاتفاق على هذا الضابط على هذا الضابط قال سواء خرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل أو إلى أقصى الحل فالطواف أفضل له من العمرة لماذا؟ لأن العمرة على أهل مكة محل خلاف هل يجب عليهم أن يعتمروا؟ محل خلاف بالنسبة لأهل مكة ولذلك لإكثار من الطواف لمن هو في مكة سواء كان مجاوراً أو مستوطناً أو قادماً ومكث في مكة فإن الطواف أفضل له من العمرة حتى لو خرج إلى أدنى الحل أو أقصى الحل طرقه أفضل ولذلك عزيز والسلام لما ذهب إلى مكة وفتح الله عليه مكة ما كرر العمرة ما كرر العمرة بقي فيها تسعة عشر يوماً وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنه ما كانوا يكررون العمرة ما كانوا يذهبون إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل أو أقصى الحل ولذلك طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف لما شاهد بعض الناس يذهبون إلى التنعيم ويعودون قال ما هؤلاء ماذا يفعل هؤلاء قالوا يعتمرون يكررون العمرة فقال ما أدري أن يؤجرون أم يؤزرون يقول ما أدري أن يؤجرون أم يؤزرون كالمنكر لهم بل شدد فيها ومشددون شددون على من يكرر العمرة في السفر الواحد لأن العمرة أصلا هي الزيارة العمرة هي الزيارة وهذه المسألة ليس فيها إجماع مثلا على منع العمرة في السفر الواحدة يوجد من العلماء من يسهل فيها ومن العلماء من يشدد إلا لمن كان بعيدا الجهة جاء من بلاد بعيدة جدا ويصعب عليه أن يعود مرة ثانية يعني يعود إلى مك قالوا له أن يكرر العمرة في السفر الواحد لكن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعد لسيما الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الضابط الآخر عندنا أولا قبل ما أدخل إلى هذا الضابط بالنسبة لأنساك الحج ثلاثة الإفراد والقران والتمتب الإفراد ما هو أن يأتي بالحج فقط يلبي بالحج يلبيك اللهم حج يحج فقط والقران هو أن يأتي بالحج والعمرة بحيث يقرم بينهما يلبيك اللهم عمرة وحج هذا القران والثالث التمتع التمتع ما هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة لا يرجع إلى وطنه فيحج من نفس العام هذا سمى تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهو يتمتع بينهما يحل بينهم يحل بين العمرة والحج ويبقى إلى يوم الثامن من ذو الحج الذي يسمى بيوم التروية ثم يحرم بالحج يحرم بالحج هذه الأنساك الثلاثة اختلف العلماء في أفضلها ففريق من أهل العلم ذهب إلى أن أفضل الأنساك الإفراد وفريق من أهل العلم ذهب إلى أن أفضل الأنساك القران وفريق من أهل العلم ذهب إلى أن أفضل الأنساك التمتع وذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن هذا يختلف باختلاف حالي الحج فإذا كان قد اعتمر سابقا ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل ويذكرون في هذا حديث عائشة في البخاري حينما قالت أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لأن مسألة بماذا أهل النبي عليه الصلاة مسألة طويلة فيها خلاف فمنهم من قال حج مفردا ومنهم من قال حج قارنا ومنهم من قال حج متمتعا والذي عليه الأدلة ولا ينبغي قول غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا حتى إنه قال حينما تأسف قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولجعلتها عمرة فلما أمر الصحابة بالعمرة قال يا رسول الله في أشهر الحج لماذا لأن العرب كانوا يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج فأمره من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة لهذا الذي لم يسق الهدي الذي ما ساق الهدي ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن الشخص إذا كان قد اعتمر ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل وأما إذا ساق الهدي إذا ساق الهدي ولبد شعره فالقران في حقه أفضل وأما إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أحل من العمرة فالتمتع في حقه أفضل التمتع في حقه أفضل هذا القول الرابع الذي جمع هذه الأقوال الثلاثة بالنظر إلى حال الحج بالنظر إلى حال الحج واضح هذه الأنساك الثلاث هذه الأنساك الثلاث الإفراد والقران والتمتع طيب عندي ضابط مهم هنا بالنسبة لأعمال القارن كأعمال المفرد إلا في شيئين أو في أمرين التلبية والهدي أعمال القارن اضبط هذا هذا ضابط مهم أعمال القارن كأعمال المفرد إلا في شيئين التلبية والهدي فالمفرد ماذا يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره وحج فهو يقرن في التلبية الثاني المفرد ليس عليه هدي ليس عليه هدي لأنه أتى بنسك واحد في سفرة والهدي دم شكران دم شكران بالنسبة للقارن لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفرة واحد ولذلك القارن عليه الهدي القارن عليه الهدي هدي الشكران أما المفرد فليس عليه شيء فليس عليه شيء طيب بقية الأعمال الطواف والسعي كل أعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء إلا في هذين الأمرين ولذلك جمهير أهل العلم أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد وأيضا لو ارتكب محظورا فإن عليه كفار واحد بينما الحنفية يقولون القارن لو ارتكب محظورا فعليه كفارتين لماذا؟ عن العمرة وعن الحج عن العمرة وعن الحج ولذلك الجمهور يذهبون إلى أن عليه فدية واحدة فقط عليه فدية واحد طبعا أيضا الحنفية خالفوا الجمهور في هذه المسألة مسألة القارن قالوا بأن عليه طواف وسعي للعمرة أولا ويطوف ويسعى للحج ثانيا الحج ثانيا والصواب قول جمهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول السلف على أن الأعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء إلا في هذين الشيئين في التلبية لما يهل يقول لبيك اللهم عمرة وحج وفي الهدي هدي الشكران والراجح كما ذكرت لكم قول الجمهور لأن عمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل لمن كان عليه غسرا واجبا فإن الوضوء يدخل في الغسل والحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنه لم يطف ولم يسعى إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وبالمناسبة بالنسبة لطواف القدوم للمفرد والقارن ما حكمه ما حكم طواف القدوم سنة وليس بركن فالمفرد إذا قدم مكة هل يلزمه أن يطوف الجواب لا نقول يسن له أن يطوف القارن إذا قدم مكة أهل يجب عليه أن يطوف نقول لا وإنما يسن له أن يطوف فإذا طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج جاز له أن يقدم سعي الحج ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الزيارة وطواف النساء وطواف الصدر كما يعني هو متقرر في هذا الباب عندي ضابط آخر أيضا وأنا بهذا المناسبة أذكر ضوابط القواعد لا ألتزم بالترتيب الموجود في أبواب كتاب الحج طواف القدوم والودع على الآفاقيين على الآفاقيين ما معنى الآفاقي؟ من هو الآفاقي؟ هو الذي جاء من وراء المواقيت هذا هو الآفاقي كل من هو من وراء المواقيت فهو آفاقي ولذلك طواف القدوم وطواف الودع على الآفاقيين وليس على المكيين أما أهل مكة فليس عليهم طواف قدوم ولا طواف ودع ليس عليهم طواف قدوم ولا طواف ودع مثل القارن ذكرت قبل قليل والمفرد لا يجب عليه طواف قدوم ولا طواف ولا طواف لا يجب عليه القارن المفرد طواف قدوم وإنما يسن له طواف القدوم يسن له طواف القدوم ولذلك أهل مكة لا يطفون طواف الودع لماذا؟ لأنهم لا يفارقون البيت فهم أهل مكة وكذلك القدوم طواف القدوم هو تحية المسجد الحرام وهم من أهل مكة ولذلك ليس عليهم طواف قدوم عندي ضابط آخر الحج عن الوالدين العاجزين أو الميتين من برهما من برهما بالنسبة للحج عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير ميتا ولم يحج حجة الإسلام أو كان حيا ولكنه عاجز عجزا كاملا يسمى عند الفقهة المعظوب العاجز عجزا كاملا ما يستطيع أن يحج هنا يجوز الحج عنهما أما من مات ولم يحج فهل يجب على أوليائه أن يحج عنه الفقهة يرتبون هذه المسألة يقولون إن كان خلف مالا وجب أن يخرج من تركته من يحج عنه قالوا يجب أما إذا لم يترك مالا فقالوا يسن لورثته أو لأحد ورثته أن يحج عنه أن يحج عنه وهذا من البر هذا من البر كذلك العاجز الحي العاجز عجزا كاملا وليس عجزا مؤقتا يجوز الحج عنه يحج عنه الحي وهذا أيضا من البر وهذا من البر ويقدم الإنسان الحج عن الأم على الأب لأنه مقدم عليه في البر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك إلا في حالة واحد إذا كانت الأم قد حجت حج الفريضة والأب لم يحج حج الفريضة فإن الأب يقدم في مثل هذه الحالة في البر يقدم في مثل هذه الحالة في البر وقد دلت نصوص السنة النبوية على مشروعية الحج عن الغير ولا دليل على من أنكره الحج عن الغير بل الأدلة مع من يرى الحج عن الغير فالحديث كثيرة منها حديث الخثعمية التي آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحل أفأ حج عن أبي قال حج عن أبيك وأيضا الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج عن والده قال حج عن أبيك وفي لفظ واعتمر والمقصود بأن الحج عن العاجز عجزا كاملا في الحياة أو مات ولم يحج جائز جائز بل من البر بل من البر حج عن نفسه عن نفسي بعدما حج حج الفريضة أو أن أحج عن أحد والدي الذي مات ولم يحج ماذا يكون الجواب؟ البر مقدم هنا أن تحج عن والدك أو والدتك التي ماتت ولم تحج لكونك أسقط حجت الإسلام وهذا هو الشرط الذي ذكره العلماء بأن يكون الشخص قد حج عن نفسه للحديث الذي في السنن من النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخلي أو قريب قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الضابط الآخر يحج أحد الجنسين عن الآخر يحج أحد الجنسين عن الآخر معنى الضابط يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل عن الرجل وحج الرجل عن الرجل أو المرأة عن المرأة عن باب أولى والدليل على ذلك حديث الخفعمية أنها حجت عن والدها حجت عن والدها ولذلك يجوز أن يحج الذكر عن الأنثى وأن تحج الأنثى عن الذكر هذا كله مما جاءت به الشريعة الضابط الآخر يجوز للنائب في الحج أن يأخذ المال ليحج لا أن يحج ليأخذ المال يجوز للنائب في الحج الآن ذكرنا قبل قليل الإنابة في الحج قلنا يجوز ينوب الشخص عن الآخر بالشروط التي ذكرناها قبل قليل فيجوز أن يأخذ الشخص المال ليحج لا أن يحج ليأخذ المال لا أن يأخذ ليحج والمعنى أنه يجوز الحج بمال يأخذ على وجه النيابة النيابة وهذا باتفاق العلماء هذا باتفاق أهل العلم أما على جهة الإجارة على جهة الإجارة يعني يحج ليأخذ المال فهذا فيه نزاع بين أهل العلم فالشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد قالوا يجوز ذلك قالوا يجوز ذلك لأن الحج يجمع يعني عبادة مالية وبدنية وأما أبو حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال لا يجوز وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحترف الحج لأنها قربة من القرب والقربات لا يجوز احترافها أو امتهانها لكسب المال لكسب المال فلا يجوز أخذ العجر على القرب وإنما يأخذ المال ليحج يأخذ المال بحدود ما يصرفه في الحج ليحج ولذلك هذه المسألة الراجح فيها من قول أهل العلم أنه لا يجوز لا يجوز له أن يحج لأخذ المال ومما يؤسف له أن بعض الناس الآن احترف مسألة الحج هذا ليأخذ المال يحج ليأخذ المال حتى إنه يخاصم ويكاسر ويساوم يقول له أنا هذا سعري أو هذا كذا وهذا خطر على ديني هذه عبادة ولذلك يحتسب الإنسان الأجر فيها ويأخذ قدر ما يصرفه في الحج وإذا زاد شيء استأذن من أناب استأذن من أناب ضابط آخر لا يسقط الحج شيئا من الحقوق لا يسقط الحج شيئا من الحقوق في عند العوام مسألة وهم يقولون بأنك إذا حججت سقط عن كل الحقوق ويأخذون من ظاهر الأدلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة وقول النبي عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقالوا أبدا روح حج ويسقط عن كل الحقوق التي لله والتي لعباد الله وهذا غلط هذا غلط ولذلك جماهير أهل العلم أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس للحج المبرور جزاء إلى الجنة أو في الحديث الآخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الصغائر وإن كان بعض العلم ذهب إلى أن أيضا هذه يشملها الكبائر التي هي حق لله وليس للمخلوق القول التي هي حق لله وهذا اختيار أبو العباس بن تيمي رحمة الله وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث تدل على سقوط الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعنه ولذلك لا يخفاكم بأن الحقوق نوعا حق لله وحق للمخلوقين أو للناس الحقوق التي لله مثل الزكاة فإذا شخص ما كان يزكي ثم حج هل تسقط عنه الزكاة الجواب لا ما تسقط عنه الزكاة ما تسقط عنه الزكاة ولذلك عندنا قاعدة مهمة في أبواب الزكاة أن الزكاة لا تسقط بالتقادم ما تسقط بالتقادم سواء تركها عامدا أو ناسيا أو جاهلا فتبقى ذمة المكلف مشغولة بهذه الزكاة حتى يؤديها فمن حج ولم يكن يزكي أو زكى سنة وترك السنوات فإن هذا لا يسقط لا يسقط لماذا؟ لأن الحج لا يسقط الحقوق لا يسقط شيئاً من الحقوق طيب الثاني الحقوق التي للناس الحقوق التي للناس مثل الدماء والأموال والمظالم شخص قتل آخر ثم راح حج يسقط عنه القتل القصاص ما يسقط عنه ما يسقط ما يقول والله أنا خلاص قتأ أنا حجيت مثلاً أو شخص سرق أموال أو غصب أموال مثلاً أو أكل مال بالباطل وراح حج هل تسقط عنه ما تسقط عنه ما تسقط أي المظالم الأخرى أيضاً جميع المظالم الأخرى ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القصاص في الحسنات والسيئات في الحسنات والسيئات دل هذا على أن حقوق الناس ما تسقط بالحج وهذا الفهم المغلوط عند كثير من العوام فهم المغلوط هذا يجب أن يصح يجب أن يصح أذكر سؤال جاءني السبوع الماضي بأن امرأة تقول خالتي تظلمني دائما تفتري علي ثم قبل الحج طلبت مني المسامحة والعفو تقول وأنا بحسن نية قلت لها سامحتك دنيا واخر فلما حجت رجعت تقول رجعت تظلمني من جديد هذا يدل على أن هذا المفهوم موجود عند كثير من الناس خلاص إذا حجت سقط عنها كل المظالم وهذا غلط لا بد أن يتنبه الناس ولذلك الحج لا يسقط شيئا من الحقوق الآن شخص استدام من آخر اقترب منه وبيت عدم السداد ثم راح الحج ولما رجع من الحج يطال يقول لا أنا حجيت خلاص ما لك شيء علي لا هذا غير صحيح ولذلك لا يسقط الحج شيئا من الحقوق عندي ضابط مهم لكن قبل الضابط لا بد أن أذكر أركان الحج أركان الحج أربعة أركان الحج أربعة ومعرفة هذه الأركان مهم حتى ننزل عليها أو ننزل الضابط عليه أولا الإحرام ما من الإحرام نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وليس هو لباس الإحرام الآن أغلب الناس يتذكر الإحرام ينقدح في أذهانهم وينصرف إلى ثياب الإحرام لا ثياب الإحرام هذه التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء للذكر هذا واجب من الواجبات واجب من الواجبات إذن الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك والثاني الوقوف بعرفة والثالث طواف الإفاضة والرابع سعي الحج سعي الحج واضح هذه أربعة هذه أربعة من يعيدها نبغى جدد هذا إبراهيم الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة سعي الحج الضابط الذي أردت أن أذكره أنه ليس شيء من أركان الحج تصح فيه النيابة ليس شيء من أركان الحج تصح فيه النيابة ما يمكن لأحد أن ينوب عن أحد في أركان الحج فهل يتصور شخص ينوب عن شخص آخر في الإحرام في نية الدخول في النسك لا كذلك الوقوف بعرفة شخص قال والله أنا حس أني تعبان وكذا شرأيك تنوب عني تروح العرفة ما يصح ما ينوب أحد عن أحد الركن كذلك الطواف الطواف الإفاضة ما ينوب أحد عن أحد وأيضا سعي الحج هذا ضابط مهم ضابط مهم على أن أركان الحج لا تصح فيها النيابة طيب تصح في الواجبة لا حتى الصغير بالنسبة للإحرام يعني الحرام ينوي عنه صح الصغير ينوي عنه حسنت بالنسبة للصغير ينوي عنه المكلف طبعا الحج الصغير صحيح إذا أتى بأركان الحج لكن يجب عليه أن يأتي بالحج إذا بلغ أما الواجبات فلو لم يفعلها المكلف صح حجه لكن يجبرها بدم والرمي ينيب فيه يجوز أن ينيب فيه إذا عجز عن الرمي إذا عجز عن الرمي إذن ليس شيء من أركان الحج تصح فيه النيابة النيابة هذا ضابط مهم عندي ضابط آخر في كتاب الحج كل من وجب عليه الحج فليس لأحد منعه من حجة الإسلام من حجة الإسلام كل من وجب عليه الحج فليس لأحد أن يمنعه من حجة الإسلام ومتى يجب الحج على المسلم إذا كان مكلفاً مستطيعاً فعندنا شخص الآن مسلم بالغ عاقل مستطيع مستطيع يريد الحج شاب مثلاً بلغ وأراد الحج وتوفرت فيه كل شروط وجوب الحج فليس لوالده أن يمنعه من الحج الواجب ما دام أنه قادر ببدنه وبماله كذلك الزوجة مثلاً الزوجة ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج الواجب لا وليس حج النفل أن بعض النساء تشغب على زوجها وتكثر على زوجها ويحاجة قبل حجة تحج الفرق تقول أبوها حج مرة ثانية زوجها يمنعها له الحق تطيع زوجها فيها أما حج الفريضة لا ليس لزوجها أن يمنعها إذا وجدت محرمًا إذا وجدت محرمًا فالضابط كل من وجب عليه الحج فليس لأحد منعه من حجة الإسلام عندي ضابط آخر وهو أن أشهر الحج ثلاثة أشهر الحج ثلاثة قال الله تعالى الحج أشهر معلومات وهو شهر شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة جمهور الفقهاء يقولون أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج المالكية يقولون شهر ذي الحجة كاملا شهر ذي الحجة كاملا طيب ما الفائدة من ذكر أشهر الحج الفائدة أن من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده وحج من العام نفسه فعليه هدي يكون حجه متمتع حجه متمتع طيب شخص اعتمر في رمضان وبقي في مكة وحج من هذه السنة حج فقط هل عليه هدي الجواب لا لماذا لأنه ما اعتمر في أشهر الحج ورمضان ليس من أشهر الحج وإنما شوال من أشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر ذي الحج كذلك ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعد الحج فيما يتعلق بالطواف الإفاظة فيما يتعلق بالهدي هذا أيضا له فائدة من ذكر الشهر كاملا أو العشر والآية الكريمة الحج أشهر معلومات عبر هنا بالجمع لأن العرب دائما عندها قاعدة في مسألة الكسر يجبر دائما فعشر ذي الحجة يعبر فيها أيضا بالشهر طيب الضابط الآخر مواقيت الحج توقيفية مواقيت الحج توقيفية عفوا مواقيت الحج المكانية توقيفية هكذا نقول مواقيت الحج المكانية توقيفية مواقية الحج المكانية فائدتها أن كل من أراد نسكاً سواء كان عمر أو حج وهو آفاقي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام بل ذهب جمهور العلماء إلى أن كل من أراد دخول مكة فلابد أن يدخلها بإحرام سواء كان بنسك بالتجارة بطلب علم هذا قول من الجمهور خالف في ذلك الشافعية وهو الراجح مذهب الشافعية هو الراجح قالوا بأن الذي يحرم من أراد النسك لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ممن أراد الحج أو العمرة ولذلك أي مريد للحج أو العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام وهذه المواقيت كما ذكرت توقيفية ما معنى توقيفية المرد فيها والمرجع النص النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وغير عائشة عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت فجعل لأهل المدينة ومن في جهتهم ميقات ما هو ذي الحليفة والحليفة مفرد حلفاء وهو شجر معروف في ذلك الوالي وجعل لأهل من في جهة مصر والسودان والمناطق خلف رابغ جعل لهم الجحفة الجحفة طبعا الجحفة الآن اندثرت فالميقات الآن في منطقة بجوارها اسمها رابغ وجعل لأهل اليمن يلملم ميقات يلملم يسمون الآن السعدية ميقات يعني المنفذ السعدية ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد من في جهتهم قرن المناسب ولذلك جمعهم الناظم بقوله في بيتين عرق العراق يلملم اليمن وبذل حليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مرضت بها ولأهل نجد قرن فاستبين هذه خمسة مواقع ولا يجوز لأحد أن يجتهد في إنشاء ميقات مكان جديد ما يجوز ولذلك السنوات الماضية دار خلاف طويل وعريض بين الفقاه المعاصرين حول جعل جدة ميقات قالوا هل جدة تكون ميقات فأفتى المشايخ هيئة كبار العلماء هناك ولجنة الفتوى وردوا من كتب في هذا بحثا وحاول أن يعني يجعل جدة هي الميقات وبينوا بأن جدة دون الميقات لأن ميقات الجحفة الذي عند رابغ هو إلى جهة البحر أقرب وليس مسامت لماذا؟ لجدة فجدة ليست ميقات عليه من سافر لعمر أو لحج ولم يحرم حتى نزل في جدة فقد ترك واجبا من واجبات الحج ألا وهو الإحرام من الميقات فيلزمه العودة إلى الميقات وإن لم يعود فخلاف منهم من أبطل منهم من لا يرى جواز صحة نسوكه ومنهم من يرى أنه يصح وعليه دم يصح وعليه دم والفتوى على هذا الفتوى على هذا على أن يحرم من مكانه من مكانه وعليه وعليه دم إذن المواقيت المكانية توقيفية لا يجوز الاجتهاد بحيث ينشئ شخص يقول والله نجعل ميقات معين لا وإنما الوقوف على النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع المرور بهذه المواقيت يعني فإنه إذا حاذاها إذا حاذاها فإنه يحرم من مكانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمر فالذي في الطائرة يحرم إذا حاذا الميقات أو مر فوق الميقات الذي في السفينة الباخرة يحرم إذا حاذا الميقات أو سامته وهكذا عندي ضابط مهم أن الحج واجب على الاستطاعة الحج واجب على الاستطاعة وقد دل على هذا نصوص الكتاب والسن وأشرت أنا قبل قليل إلى هذه الأدل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة أنواع الاستطاعة أنواع الاستطاعة أنواع وليست نوعا واحد النوع الأول الاستطاعة المالية الاستطاعة المالية وهي الزاد والراحلة الزاد والراحلة الزاد والراحلة تذهب به وتعود ولذلك من كان عنده قدرة مالية للذهاب دون العودة فإنه لا يسمى مستطيعا وأيضا يجب أن تكون هذا المال زائد عن قدر النفق الواجب فإذا كان عند الشخص مثلا عشرة آلاف ستة آلاف هذه لزوجته وأولاده ووالده النفق الواجب يبقى أربعة آلاف يستطيع أن يذهب بها لكن ما يستطيع العودة نقول أنت غير مستطيع أنت غير مستطيع ماليا لابد أن يكون عندك قدرة مالية زائدة عن القدر الواجب الذي عليك ذهابا وعودة ذهابا وعودة يعني مثلا يأخذ تذكرة طيران لكن يستطيع الذهاب العودة ما يستطيع نقول أنت غير مستطيع أنت غير مستطيع الثاني أمن الطريق آمن الطريق هذا من الاستطاعة من الاستطاعة أن يكون الطريق آمنا وأيضا أمن الطريق يكون في الذهاب وفي العودة ومن أمن الطريق في الذهاب ولم يأمنه في العودة فهو غير مستطيع ولذلك تقرأون في بعض كتب التاريخ أن من أهل العلم خاصة في المغرب العربي فترة من الزمن منعوا الحج لماذا؟ لعدم أمن الطريق خاصة الذين يركبون البحر فقد كانت هناك حوادث كثيرة يغرقون في البحر وهناك من يقطع الطريق عليهم هذا من الاستطاعة أيضا وجود محرم بالنسبة للمرأة أو زوج زوج مع المرأة أو محرم يكون معها هذا أيضا من الاستطاعة واستثنى العلماء القواعد من النساء إذا ذهبنا مع رفقة مأمونة نكمل بعد الأذان شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الزاد والراحل ذكرت لكم بأن الاستطاع المالية أن يكون لديه مالاً يذهب به ويعود زائداً عن النفق الواجب التي عليه لمن تجب عليه نفقتهم الثاني أمن الطريق أمن الطريق في الذهاب والعودة وإذا أمن الطريق في الذهاب ولم يأمنه في العودة أو العكس فإنه لا يجب عليه الحج فيعد غير مستطيع الثالث وجود المحرم أو الزوج للمرأة فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال حج مع امرأتك حج مع امرأتك فلذلك المرأة التي لا تجد محرماً لا يجب عليها الحج وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا كانت من القواعد ووجدت رفق آمنة مع أمن الطريق جاز لها أن تحج اختار هذا أبو العباس بمتيمي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم هو قول الجمهور عموماً قول الجمهور وبالنسبة للمرأة إذا حجت من دون محرم صح حجها مع إثم السفر من دون محرم مع إثم السفر من دون محرم النوع الآخر الرابع الاستطاع بالبدن الاستطاع بالبدن بمعنى يستطيع الثبات على وسيلة النقل ذهاباً وعودة ذهاباً وعودة ولو محمولاً بين المشاعر لكن إن لم يستطع فإنه فإن لم يستطع ببدنه فإن الحج لا يجب عليه أيضاً ذكروا من جملة من ذكروا من من لا يجب عليهم الحج المحجور عليه المحجور عليه وهذا فيه تفصيل لكن عموماً الصواب أنه ليس للولي أن يمنع المحجور عليه من الحج ليس له مدام أنه قد بلط واستطاع ببدنه وماله فله أن يحج سواء كان الحجر لحظ نفسه أو لحظ لحظ غيره ضابط آخر قبل قليل الشيخ خالد سألني أو ذكرني بالمواقيت الزمانية يقول هي توقيفية الجواب نعم لأن هذا عمر مفروق منه وأنا ذكرت هذا الضابط قلت سآتي عليه لكن عموماً المواقيت الزمانية والمكانية توقفي والزمانية الخلاف في شهر ذي الحجة هل شهر ذي الحجة بأكمله من أشهر الحج أم العشر فقط عشر ذي الحجة قلنا الجمهور يقولون عشر ذي الحجة والمالكية ذهبوا إلى أن الشهر كله مقات زماني مقات زماني وأثر هذا الخلاف في مسألة العمر في هذه الأشهر وأيضاً بعض أعمال الحج عندي ضابط آخر نية النسك لا تتعدد في الأشخاص نية النسك لا تتعدد في الأشخاص ما معنى هذا الضابط يعني لا يصح من شخص أن يعتمر عن اثنين أو أن يحج عن اثنين فإن نية النسك لا تتعدد فنية النسك تكفي شخصاً واحداً إذا أراد أن يحج عنه ومن نوى عن اثنين حجة فإنها تقع عن نفسه هو فيكون الحج له وهذه قاعدة مضطردة في كل من حج حج نافلة أو حج عن اثنين فإن الحج يكون له فإن الحج يكون له اختلفوا في من نذر الحج ولم يحج حجة الإسلام هل تقع عن حجة الإسلام عن المنذورة قولاً والذي يظهر أنها تقع عن حجة الإسلام لماذا؟ لأنها آكت لأنها آكت ولذلك عليه أن يحج حجة ثاني عليه أن يحج حجة النذر بعد ذلك إذن نية النسك لا تتعدد في الأشخاص وللأسف يوجد من الجهلة من يأخذ الحج عن الآخر يتاجر طبعاً ويحج عن أكثر من شخص أي تجارة يأخذ من هذا يأخذ من هذا أذكر قديم الكلام هذا قبض على شخص أخذ 14 حجة تفاجعوا في مجلس قال واحد والله أنا أرسلت الحمد لله حجة عن والدي ما شاء الله من أرسلت قال فلان قال أنا أرسلت معه قال الثاني أنا أرسلت فلما فتشوا وجدوا ما أخذ منه 14 شخص ولك أن تتخيل كم على كل رأس مثل ما يقولون حتى لو كان يعني بجهل هذا أيضاً منكر عظيم نسأل الله العالم إذا كان الشخص بصراح نية وخلاص طوية ورغبة في الخير ما يجوز أن يجمع يعني نيتين أو نية النسك عن اثنين ما يجوز أن يجمع ذلك طيب عندي ضابط آخر نية النسك أيضاً لا تتعدد في الأنساك نية النسك لا تتعدد في الأنساك قلت لكم قبل قرير الأنساك كم ثلاثة حج الإفراد والقران والتمتر فلا يمكن لحاج أن يجمع الأنساك الثلاثة بنية واحد ما يمكن ما يمكن ولذلك لا يجمع الإنسان هذه الأنساك الثلاثة في حج واحد بالنسبة للمتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران من القران هذا كما جرى لعائشة رضي الله عنه عائشة لما أحرمت نوت ماذا العمرة فلما وصلت حاضت حاضت فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعلها أن تقرن الحج بالعمرة فأصبحت قارنة رضي الله عنه إذن أي شخص متمتع ما استطاع أن يأتي بالعمرة فإنه يحول نيته من العمرة إلى من العمرة إلى الحج يكون حج قارن يكون حجه حج قران كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصالت قارنة هذا قبل الطواف قبل الطواف أما إذا طافت ثم حاضت لا تنتظر فتكمل بقية المناسك وفي خلاف مسألة السعي هل يجوز للحاضة أن تسعى أم لا مسألة فيها بحث أو تنتظر حتى تطهر وتحل ثم بعد ذلك تحج حتى يكون حجها تمتعا لكن لا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى الإفراد المتمتع لا يجوز أن يغير نيته إلى حج الإفراد لماذا طاه بإيش أحسنت لأنه نوى العمرة لأنه نوى العمرة فوجب عليه إتمامه والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله هو نوى العمرة كيف يجعلها حج مفرد فمدام أنه نوى العمرة وما استطاع يعني حصل له شيء يجعلها حج قران حج قران لأن القران يطلق على التمتع على حج القران هذا من ناحية التعبير عند أهل العلم فالقارن أو القران يطلق على من تمتع بالحج ومن حج حجا قارن إذن نية النسك لا تتعدد في الأنسك نية النسك لا تتعدد في الأنسك ضابط آخر كل من نوى الدخول في النسك انعقد إحرامه كل من نوى الدخول في النسك انعقد إحرامه ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينقض إحرامه يقول أنا هونت خلاص بمجرد أن ينوي الدخول في النسك انعقد الإحرام ووجب عليه أن يتم حجه أو يتم عمرته وكثير من العوام يجهلون هذا الأمر فبعض العوام يسألون يقول أنا أحرمت وبعدين حصل زحام وحصل مدرك كيف ورجعت ورجعت أنت باقي على إحرامك أنت باقن على إحرامك ولذلك يترتب عليك كل ما يتعلق بمحظورات الإحرام ولأجل هذا لأجل هذا من توقع مرضا أو صدا عن المسجد الحرام أو عن مكة فإنه ماذا يشترط كما في حديث ضباع بنت الزبير فقال لها يعني لما قال لها لماذا قالت أجدني شاكية قال حجي واشتريطي حجي واشتريطي وهو عند الإحرام تقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حابس فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبست فإن حبسني حابس فمحلي حيث ولذلك هذا الاشتراط نعم من نعم الله فإذا الإنسان حبسه حابس منعه مانع أحل ولا شيء ولا شيء اختلف العلماء في الحائض إذا قالت إذا اشترطت ثم أتاها الحيظ فهل تكون ممن يصلح أن تشترط مثلا ولا يترتب على على إحرامها شيء إذا نقضته مثل خلافية بين العلم من أهل العلم من يرى بأن خاصة في هذا الوقت مع وجود التراتيب والحجوزات وصعوبة العودة أو التغيير أو شيء قالوا تشترط المرأة فإن حبسني حابس وتنوي حتى لو كان حيظا فمحلي حيث حبس وتحل إحرامها وترجع ولذلك الجهل في هذه المسألة عظيم وكثير جدا تجد بعض الناس حتى في الحج يترك طواف الإفاظة يترك طواف الإفاظة أو يترك بعض الأركان وهو قد أحرم قد أحرم لذلك كل من نوى الدخول في النسك النسك انعقد إحرامه انعقد إحرامه ما يستطيع أن يغير إحرامه وأما الاشتراط فهو نعمة من نعم الله وتيسير وفرج قاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير ضابط أخير في هذا المجلس لا تشترط الطهارة الكبرى ولا الصغرى في أعمال الحج إلا في الطواف لكن كره العلماء وقوف الجنوب في عرفة كره العلماء وقوف الجنوب في عرفة ولذلك حج المرأة الحائض صحيح الآن لو أن امرأة مرت بالميقات وقد حاضت وتريد الحج أو العمرة يقال لها لبي انوي الحج أو انوي العمرة ولبي يقول لبيك الله ما حج أو لبيك الله عمرة إحرامه صحيح لماذا لهذا الضابط ما هو الضابط أبغاكم تحفظون الضابط ها في أعمال الحج كله إلا في الطواف طيب الحائض تقف في عرفة تبيت في مزدلفة ترمي الجمرات كل هذه التفعل طيب الجنوب شخص الآن في الطائرة رايح العمرة واستيقظ محتلم يحصل ولا لا يحصل يوجد سئلتنا أكثر من مرة في الطائرة يقول تفاجأت وأنا احتلمت نمت واحتلمت وباقي عن الميقات نصف ساعة ورب وين يقتسل ما يقتسل طيب يلبي يلبي لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج وإذا نزل مكة قبل ما يدخل المسجد الحرام يقتسل في الفندق ويروح يطوف يسع الشخص في عرفة أجنب نام وأجنب احتلم احتلم أما الجماع لا خطير احتلم وما استطاع صلى الظهر والعصر ونام وما استطاع قال أنا اقتسل في مزدله وقوفه صحيح بعض العلماء يكره ذلك لكن إذا اضطر إلى هذا لا كراه لا كراه ولذلك لا تشترط الطهارة الكبرى ولا الصغرى في أعمال الحج إلا في الطواف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولما نفست أسماء بنت عميس في محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل أن تغتسل وأن تهل وهي نفسة نفسة فأهلت وهي نفس قالت لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حج لبت بالحج المقصود بأن لا تجب لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى في الحج أو في أعمال الحج إلا في إلا في الطواف إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية القواعد والضوابط وذكر شيء من المقاصد صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد شكرا للمشاهدة